موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم مشاهدين الفاضلين إلى لقاء جديد في برنامج مقاصد تنبع أهمية موضوع حلقة اليوم من الجدال الكثير الذي شهده العالم الإستمي حوله قديما وحديثا ومن نشوء فرق وطوائف على خلفية هذا الجدال حملت مفاهيم وتصورات متباينة ومتعارضة القضاء والقدر مفهومه وثمراته هو ما يدر عليه حوار اليوم مع ضيف الحلقة الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة أهلا مرحبا بكم دكتور أهلا بكم وسهلا مرحبا ماذا يعني القضاء والقدر هكذا بكل بساطة صورة مجملة عن هذا المفهوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعث فإن القضاء والقدر والإيمان بهم رقن من أركان هذا الدين ولا بد أن يكون واضحا في عقل المسلم ماذا ينبغي أن يفعله تجاه هذا المعتقد لأنه تمام العقيدة وتمام الإيمان الإيمان بالقدر والإيمان بالقضاء والقدر يأتي في الحديث يعني لفظ القدر أحيانا ويأتي القضاء يقضي يعني في كثير من النصوص يأتي هذا وهذا المهم فالاستلاح استلاح القضاء والقدر قالوا إن القضاء هو المكتوب في اللوحة المحفوظ مما سيجري في كون الله عز وجل يعني المكتوب ما سيقع في كون الله عز وجل والقدر هو ما يقع بالفعل من هذا يعني قبل أن يقع هو اسمه قضاء فإذا وقع صار قدرا ومن العلماء أيضا من عكس المسألة فقال القدر هو المكتوب والقضاء هو الذي يقع على كل حال هو يتعلق بمجريات الأمور التي تقع في هذا الوجود سواء قبل وقوعها أو بعد وقوعها فيقبل وقوعها مسجلة معلومة عند الله عز وجل وبعد وقوعها لا تتم إلا بمشيئة الله عز وجل طب يعني كيف يمكن المسلم أن يفهم هذه العقيدة وسائله هذه القضية قضية القضاء والقدر كيف يمكن أن يفهمها من خلال وسائل من خلال النصوص الطريقة الفهم الصحيح لهذه القضية الله عز وجل يعني لم يتركن هكذا دون بيان لهذه العقيدة بتفاصيلها ولا أقول فقط بشكل نظري بل حتى بشكل طبيقي فعقيدة القضاء والقدر مبسوطة في القرآن الكريم من الجانب النظري ومن الجانب الطبيقي كذلك أقصد أن أول ما يمكن أن نتعلم منه عقيدة القضاء والقدر هو كتاب الله عز وجل وهنا نقف عند نقطة منهجية مهمة وهي أن طريقة التعامل مع الموضوعات القرآنية إنما يكون بجمع نصوصها ومحاولة استقراء هذه النصوص استقراءاً تاماً وقراءتها معاً لا نأخذ جزءاً من النصوص لنقرأه وحده لأن هذا يؤدي إلى شذود في الفهم وإلى نقص في التصور أما إذا جمعنا النصوص بعضها إلى بعض نصوص الكتاب ونصوص السنة فإن ذلك يكون عندنا تصوراً كاملاً للموضوع والذي ينظر في قضية القضاء والقدر يجد أنها مبسوطة في كتاب الله عز وجل بصور شتى منها بعض الآيات مثلاً تثبت سلطان الله في كونه قول عز وجل مثلاً وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم مثلاً نقرأ مثلها يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذه الطائفة من الآيات لو أخذت وحدها سيساء فهم قضية القضاء والقدر ولكن يجب أن نضم إليها مجموعات أخرى من الآيات تتكلم على الجانب الآخر وهو اختيار الإنسان وحريته كذلك مجموعة من الأحاديث كذلك من ذلك مثلاً لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وقول عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً هديناه يعني دللناه قلنا له هذا خير وهذا شر هذا صواب وهذا خطأ فدللناه معنى دللناه أي تركنا له يعني أرشدناه وتركنا له يختار بين هذه وهذه لماذا تكلم الله عن الصلاة المستقيم لأن هناك صراطاً غير مستقيم لماذا تكلم الله عن هذه سبيلي وتكلم عن الصبر الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا الصبر لماذا جعل سبيلاً وسبلاً سبيلاً للصواد والحق وسبلاً للبعض لأن الإنسان مخير في هذه المسألة هناك طائفة أخرى من الآيات ولعلها تحتجل تفصيل مثلاً قول الله عز وجل هي من الآيات العظيمة جداً التي لم تفهم جيداً أو لم تستصحب أو لم تستحضر جيداً عند مناقشة قضية القضاء والقدر نقرأها في أكثر من سورة هذا التناول لقضية القضاء والقدر وهي احتجاج القفار بالقضاء والقدر يقولون نحن كفرناً لأن الله شاء هذا منه قول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء لو شاء الله انظر كيف يحتجون بالقدر كمن يسرق ويقول لو شاء الله لما سرقت لو شاء الله لما أكلت الربا فهؤلاء يقول القرآن عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كأنها عادة للبشر في كل زمان يظهر من يحتج بالقدر يقول لو شاء الله أن يهديني لها داني كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا القرآن يقول لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يعني هذا جهل الذي تقولونه ما ترددونه من أننا كفرنا لأن القدر شاء أو لأن الله شاء هذا احتجاجه خطأ هذا جهل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله يبدأ القرآن يكلمهم عن أن الله جل وعلا سيطرح لهم القضية بعلم وليس بجهل كجهلهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين يعني لو أراد أن يهدي الجميع لو أن المسألة مسألة إرغام وأراد أن يهدي الخلق جميعا لهذا الخلق جميعا قل فلله الحجة البالغة أي الدليل الواضح الذي يبلغ هدفه من الإقناع والبرهان يعني قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا القضية مطرحة في سورة الأنعام والسورة الأنعام تتكلم عن أن هؤلاء كانوا يحلون ويحرمون كما شاءوا فلما نوقشوا في القضية قالوا لو شاء الله ما كنا نحرم هذا فالقرآن يقول لهم إذا كنتم تحتجون بمشيئة الله لتحرموا وتحلوا ما تشاءون فهل حرم الله هذا أصلا قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ما زلنا في الحديث عن الجانب النظري أم هذا يتضمن الجانب العملي أيضا هذا جانب تطبيقي يعني يسق هذه المسألة يعني الذي يتابع الآيات يجد بعد هذا بقليل قوله عز وجل قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم يشير إلى أنه لا يمكن أن يحتج بالقدر في ارتكاب الأخطاع والمخالفات لا يحتج بالقدر لكي أقول إنني ما أكلت الربا إلا لأن الله شاء هذا ما كفرت إلا لأن الله شاء هذا هذا جهل يقول صاحبه خطأا وهناك سياقات أخرى هناك سياق آخر لو أردت المفصل أكثر في سورة النحل مثلا قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك فعل الذين من قبلهم فأشار هنا إلى تكرار نفس المشكلة أن هؤلاء يعني يحتجون بالقدر على أفعالهم وعلى تصدفاتهم الخطأ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وسياق سورة النحل سياق نعم ليس سياق تحليل وتحريم كما هو سياق سورة الأنعام سياق نعم يعني يتكلم عن أن الله أنعم وأعطى ولذلك بعض الناس يحب أن يطلق على هذه السورة اسم سورة النعم لأنه يذكر ما أنعم الله به على خلقه في السماوات وفي الأرض من النبات والحيوان وغير ذلك فالاحتجاج هنا على مناسب للقضية لو شاء الله ما عبدنا من ما عبدنا ما أرجعنا النعم ولا نسبناها إلى سواه من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء حقيقة دكتور هذا الموضوع أريد أن أعود معك إليه بعد الفاصل لكي نبحثه بشيء من التفصيل لأن هناك حتى بعض المسلمين يعني بعض الفرق الإسلامية سابقا وقعت في هذا المطاب نريد أن نحرر هذه المسألة لكن قبل ذلك لو حدثتنا عن منزلة العقيدة القضاء والقدر أو منزلة قضية القضاء والقدر في منظومة الاعتقاد الإسلامي كلها منزلتها موقعها نحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان ذكر الخمسة المشهورة من أركان هذا الإيمان وسدسها بالإيمان بالقدر فقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم قال والقدر خيره وشره لماذا ذكر هذه الخمسة الأولى عبارة عن حقائق واقعية الله موجود عز وجل تؤمن به والملائكة مخلوقات خلقها الله مخلوقات شريفة خلقها الله عز وجل ثم الرسل الكرام الذين عرسلهم الله ثم الكتب التي تهدي الناس وتدلهم ثم اليوم الآخر أين موقع القدر هنا؟ القدر هو هنا معناه مسار التاريخ والحياة فأن تؤمن بأن لله عز وجل السلطان الأكبر على هذا المجود وعلى هذا التاريخ يعني معناه أن الله عز وجل لم يخلق فقط المخلوقات ولكن هو أيضاً كما أنه يحرك الكواكب والأفلاك والنجوم كما أنه ينزل المطر ويخرج النبات فإن حركة التاريخ بيده سبحانه لا تخرج عن سلطانه دون أن يعني ذلك أي إجبار لكن بأن كمال السلطان الله عز وجل وكمل القدرة له وحده لأن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حريماً غفوراً فالرب سبحانه وتعالى خالق هذا الوجود ليس فقط مجرد خالق بل له السلطان على هذا الوجود ويعطي عباده من الحرية ومن المشيئة ما يشاء على أن يسألهم عن هذا لكن نحن نلاحظ أن العقيدة الإسلامية توضعت الإيمان بالقدر مع هذه العقائد الكبرى إشارة إلى أن هذا التاريخ لا تحسب أنه يمشي عبثاً كما أن الكواكب والنجوم والأفلاك لا تمشي عبثاً لأن خالقها حكيم كذلك تاريخ المجتمعات والناس لا يمشي عبثاً له قوانينه وقواعده له نظمه التي يجب أن تتبع إن الإنسان الذي يعيش عيشة بلا نظام وبلا تفكير وبلا استعداد لما يطلبه يتمنى المجد يتمنى القوة يتمنى العزة دون أن يأخذ بأسبابها هذا مناقض لمراد الله عز وجل من خلقه التاريخ في يد الله كما أن الوجود في يد الله ولكن في داخل هذا التاريخ يعمل الإنسان الله فتح له طرقاً مختلفة قال له هذا طريق لعزتك وهذا طريق لذلتك هذا طريق لقوتك وهذا طريق لضعفك هذا طريق يرفع قدرك وهذا طريق يحط من قيمتك فاختر لنفسك فالمسارات محدداً هناك خمس مسارات أو ستة مسارات أو خمسة مسارات أو كذا هناك مسارات محصورة لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها لكنها متناقضة بعضها يؤدي به إلى الفشل وبعضها يؤدي به إلى النجاح بعضها يؤدي به إلى النصر وبعضها يؤدي به إلى الهزيمة بعضها يؤدي به إلى العزة وبعضها يؤدي به إلى الدلة فهنا الاختيار للإنسان الاختيار بين هذه الأشياء المتعددة طيب عندما يتم الحديث عن القضاء والقدر هنا يميز العلماء أو يفصل العلماء فيما يسمونه مراتب القضاء والقدر ويتحدث هنا عن أربعة مراتب بأن الله سبحانه وتعالى ويعلم الأمور في علمه الأزلي ثم بعد ذلك يكتبها ثم بعد ذلك يعني هي تدخل في مشيئته لا يمكن أن تحدث من دون مشيئته ثم تأتي المرحلة أو المرتبة الرابعة يخلق الله سبحانه وتعالى الفعل أو الأمور هذه يعني هل على المسلم أن يؤمن وجوبا بكل هذه المراتب بهذا التفصيل حتى يصح إيمانه بالقضاء والقدر أم لا يلزم من ذلك بل يكتفي من المسلم العادي أن يؤمن بالقضاء والقدر جملة هي قضية القضاء والقدر متعلقة بأشياء كثيرة كما تشير هذه الربعية متعلقة أولاً بعلم الله فلا يمكن أن يعزوا عن علم الله شيء مما يعني حصل أو يحصل أو سيحصل لا يصلح هذا أصلاً إذن لابد من أن لا نقول فقط إن الله عز وجل عليم بما سيجري لي أنا شخصياً فقط ولكن يدري كل شيء في كل مكان في كل لحظة في كل آن يدري ما يجري في السماء وما يجري في الأرض يدري ما يجري في كل خلية من خلايايا ويعلم ما يجري تحت الصخرة وفوق الصخرة وفوق عمق البحر المظلم في شرق الأرض في كل مكان في هذا الوجود هذا جزء من إيمان المسلم بالكمال الإلهي أنه لا يمكن أن ينتزع حق الله عز وجل في هذه المسألة أنه بكل شيء عليه مهما دقة مهما جل مهما قدم مهما كبر مهما صغر فيدخل في علم الله الأمر الثاني أن القضاء والقدر متعلق بقدرة الله عز وجل هل هناك من يملك أن يفعل شيئا جبرا لله عز وجل هذه مسألة متعلقة بالقضاء والقدر وهي مسألة أساسية هنا في الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأنه لا يقع في كون الله شيء لا يريده الله يعني ما المطلوب مني أنا كمسلم في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر أنه لا مرغم لله لا مجبر لله لا مجبر لله على شيء ندخل تحت عنوان المشيئة الحديث هذا نعم القدرة والمشيئة المشيئة تدخل تحت الإرادة وهي شيء الثالث لكن القدرة هي التي يصح بها وقوع وقوع الفعل بمعنى أن أنا مثلا قادر على حمل هذا الشيء ما معنى أن لدي فعلا يستطيع أن يقوم به فأنا قادر عليه فالقدرة الإلهية هي القدرة التي تنفذ الأشياء وتحققها طبعا الإرادة سابقة عليها والإرادة هي المشيئة ولذلك العلماء سواوا بين الإرادة والمشيئة في حق الله وفرقوا بينهما في حق البشر فقالوا إرادة الإنسان فيها تردد لأنه ليس على كل شيء قديرا ليس قديرا على كل شيء الإنسان فلذلك الإرادة مترددة عنده أما المشيئة فتكون إمضاءا للفعل عنده في حق الله عز وجل الإرادة بمعنى المشيئة والإرادة هي أن يختار من بين الأشياء المتعددة شيئا مثلا أختار أن أسافر إلى هذا البلد دون هذا البلد هذه الإرادة ثم القدرة هي التي تنفذ الشيء في الواقع وهي الخلق يعني إيجاد الشيء بالفعل في جانب الإرادة لا شك أنه لا يمكن أن يحول دون إرادة الله شيء كيف نسلبه إرادته وهو المالك لهذا الوجود لا يمكن عاجس لو كان هكذا جل الله فلذلك لا بد من إثبات تمام الإرادة ثم تمام القدرة بعد ذلك أخيرا يقع الفعل في الوجود أين حظ المخلوقات في هذا الوجود المخلوقات في هذه المسألة متعددة منها ما لا خيار له ومنها ما له خيار قليل ومنها ما له خيار صغير يعني لا يظن أن أحد يعني إذا قسمنا الكائنات أولا سنجد الحية وغير الحية غير الحية معروفة لا إرادة لها على الإطلاق لكن لا يظن أن أحد أن الحيوانات ليست لها إرادة لا إرادة ولكن غير مسؤولة لأنها إرادة في دائرة محددة إرادة ضيقة جدا لماذا؟ لأن الحيوان يعرف أنه يظلم ألا يعرف الحيوان أنه يظلم؟ يعني القطة إذا سلبت من الإنسان طعامه تعرف أنها تسرقت الطعام والحيوان إذا نطح الحيوان الآخر ظلما يعرف أنه ظلمه يعرف أنه جار عليه يعرف هذا الكلام فله إرادة ولكن لا يحسب عليها كما يحسب الإنسان وإنما كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص للشاة التي ليست لها قرون من الشاة القرنة يوم القيام هذا معناه أنها أدركت هذه المسألة لكن المسألة أكثر اتساعا ووضوحا في حق الإنسان لأن إرادته واضحة جدا جلية هناك فرق بين فعل الاضطرار كمثلا يعني حركة الدم في بدني وبين إمساكي بالأشياء وسعي إلى الصلاة وذهابي إلى عمل صالح أو غير صالح هناك فرق بين هذا وذلك فالإيمان بالقدر هنا ماذا يعني؟ أن أصدق بتمام علم الله بالأشياء حتى قبل وقوعها وأن أصدق بتمام قدرة الله عز وجل وبتمام إرادته وبأنه لا يقع في كونه شيء لا يريده إذا ما جهد المسلم العادي هذا التمييز أو هذا التفصيل والمراتب الأربعة على ما ذكرته وكما يقوله كثير علماء العقيدة هل يعني ذلك أن الإنسان ناقص الإيمان؟ هو لا مشكلة ما لم لا مشكلة في أن لا يحتاج إلى هذا التفصيل ولكن عليه أن يشهد لله بتمام العلم وتمام القدرة وأنه لا يقع في كونه شيء إجبارا له فهنا يكون إيمانه بالقدر إيمانا صحيحا كذلك لا يحتاج إلى التفصيل طبعا وصلنا إلى الحديث عن علاقة القدر القضاء والقدر بالحرية هذا ما نبحثه بعد الفاصل لو أذنت لي نذهب إلى فاصل قبل العودة لاستئناف الحوار ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ومشاهدين الفاضلين ما زلنا وإياكم في الحديث عن عقيدة القضاء والقدر ودائما الحديث مع الدكتور نبيد الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة وجدد ترحيب بكم دكتور مرغبا لكم قد يقع الإشكال أحيانا عند كثير من المسلمين ربما أحيانا وربما كثير من الأحيان في قضية فهم القضاء والقدر من حيث علاقته بالحرية حرية الإنسان يعني كيف يستقيم أن يكون هناك قدر من الله سبحانه وتعالى وفي الوقت ذاته أن يكون الإنسان حرا في أعماله وخياراته وأفعاله جانب من جوانب العقيدة الإمام بالقضاء والقدر إثبات تمام القدرة لله عز وجل وجانب آخر إثبات تمام العدل لله عز وجل الله يقول ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا فمعروف أن الإنسان مكلف وأنه محاسب ومسؤول أمام الله عز وجل فهل يمكن أن يحاسب الإنسان يوم القيامة وهو مجبر مكرة هل يمكن أن يحاسب على هذا فإذن من ضرورات إثبات تمام العدل لله عز وجل سبحانه وتعالى أن نثبت الحرية للإنسان والنصوص تساعدنا على هذا يعني الآية التي ذكرتها قبل قليل من سورة التكوير فمن شاء منكم أن يستقي لكن قبل ذلك هذه دكتور من فضلك يعني يقول الله سبحانه وتعالى يعني إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء المشيئة هنا عائدة على الإنسان أم على الله سبحانه وتعالى هناك تفسيران لها من الناس من قال بهذا الوجه ومن قال بهذا الوجه لكن قضية الهداية قضية تتعلق بمسار حياتنا في هذه الحياة أو قضية الحرية عموما تتعلق بمسار حياتنا في هذه الحياة فالهداية جزء من حياتنا والطعام جزء من حياتنا والعمل جزء من حياتنا كل شيء له أسبابه كما أن الوصول إلى الأرزاق له أسباب وكما أن الوصول إلى الصحة له أسباب فكذلك الوصول إلى الهداية يعني بحث الإنسان عن الهداية ويعني سعيه إلى أن يمتلئ قلبه بالحق ويقنع به كل هذا له طريقه وسبيله يعني على سبيل المثال محاولة التفتيش عن الحق بإخلاص أن أفتش عنه أقرأ أستمع أناقش يعني أقترب من من سأفهمهم من حسن فهمهم حتى أفهم يعني ما أسباب حسن فهم هؤلاء وما أسباب سوء فهم هؤلاء أناقش أبحث عن الحق مخلصا طالبا له بصدق وإخلاص فعلى أي حال هناك أسباب لهذه الأسباب للهداية وأسباب للضلالة فمن صدق في طلب الحق وطلب الهداية وبحث عنها فإن الله لن يخذو له أبدا أما المعاند والمكابر الذي يجد عنده فراغ نفسي عنده أزمة نفسية أو عنده أزمة فكرية وهذه من أسباب يعني لا يخفى عليكم أن يعني لبما تكون هذه قضية أخرى أن قضية القضاء والقدر سوء فهمها تسبب في الحادي بعض الناس ومرجع هذا إلى سوء الفهم لأن قضية القضاء والقدر ليس معناها أن الله عز وجل يعني يأخذ فريقا من الناس ويلقيهم في جهنم هكذا بدون أي منطق ولا مفهوم الذي يأخذ يفهم هذا يأخذ بعض النصوص ويترك بعضها فنحن يعني كما نقرأ إن هديناه السبيل نقرأ وما تشاءنا إلا أن يشاء الله رب العالمين فأخذ أحد الجانبين سيؤدي إلى الضلع له فمشكلة هؤلاء الناس وربما يأتي هذا التفصيل كما أشرتم يعني أننا ننظر إلى جانب من الصورة وننسى الجانب الآخر وهذه أسباب الضلالة في كل الفرق التي تنتسبه هذه الفرق سنبحثها في المحور الأخير لكن دكتور يعني قبل قليل استدللت بآية التكوير بسورة التكوير الآية التي تقول لمن شاء منكم أن يستقيم وهنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال في الآية نفسها وما تشاءنا إلا أن يشاء الله رب العالمين إذن هنا هل يمكن الفهم على أن مشيئة الإنسان غير متحررة عن مشيئة الله وبالتالي هذا هناك يعني هذا قد يفهم الفاهم أو القارع والتالي لكتاب الله أن مشيئة الإنسان هي متعلقة بمشيئة الله وهذا بالنهاية أسر لحريته ومشيئته لا لو قررنا السيقة كاملا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءنا إلا أن يشاء الله رب العالمين الآية الأولى تقول إنا يعني نحن عرضنا عليكم هذه المسألة فالإنسان يعلم يعلم إذا قامت القيامة يعلم ما قدم من عمل وما قدم وأهل التبع الرسول أو لم يتبعه سيتضح هذا كله عرضنا هذا وأرسلنا هذا الرسول لمن شاء منكم أن يستقيم وهو صادق هذا الرسول فيما أوحينا إليه لمن شاء عرضنا عليكم الحق لمن شاء منكم أن يستقيم ثم عقب بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين حتى لا يظن الناس أن الأمر بيدهم يقضون فيه بما شاء ولكنه بيد الله عز وجل بيد الله عز وجل طبعا كما قلت قبل ذلك المسألة تقع ما بين إثبات تمام القدرة وتمام العدل لله عز وجل فتمام القدرة يعني أنه لا يقع في كونه شيء لا يريده قد يقع شيء يكرهه مثل الكفر لو أن المسألة مسألة إجبار ماذا كان يحدث كان سيمنع الكفر من أن يكفر ولكنه شاء أن تكون المسألة باختيار الإنسان كيف يمكن تفكيك جدلية العلاقة هنا بين مشيئة الإنسان ومشيئة الله علما أن مشيئة الله هي الأصل فكيف تكون مشيئة الإنسان متحررة أو مستقلة عن مشيئة الله إذا ما كانت مشيئة الله هي الأصل ولا تصدر مشيئة الإنسان إلا عن مشيئة الله كيف يمكن تفكيك هذه الليلة؟ يمكن تفكيكها بمقارنة الأفعال بعضها ببعض فأفعالنا الاضطرارية لا يدلنا فيها ولا نستطيع أن نقوم بها أصلا أفعالنا الاضطرارية مثل عمل خلايان وكذا هذه الأشياء أفعال اضطرارية أنا لا أتحكم فيها على الإطلاق نتحدث هنا عن الاختيارية الاختيارية هو هذه المقارنة بين الاضطرارية والاختيارية تعطينا الفرق في هذه المسألة أنني يعني حين أقوم للصلاة هذا يختلف عن حركة الدم في جسمي هذا فعل و هذا فعل آخر لماذا؟ لأن هناك إرادة إنسانية تنشأ في نفس الإنسان وتؤدي لوقوع الفعل المسألة فيها جانب سيكولوجي نفسي يتعلق بهل هم الإنسان بالفعل له تأثير في الفعل فعلا؟ أصلاً الفعل كيف ينشأ؟ ينشأ في صورة خاطر في ذهني أريد مثلاً أن أشتري شيئاً ما يأتي في صورة خاطر وهذا الخاطر يتطور شيئاً فشيئاً إلى أن يصير إرادة يمر المراحل أن يصير إرادة ثم يقدم الإنسان على الفعل هذا كله مختلف عن مثلاً عن ما أراه في منامي مثلاً هذا فعل إجبالي ليس لي فيه يد يختلف عن عمل أجهزة الجسم التي لا تحكم لي فيها ومسألة الإرادة غالباً تظهر بالأمثلة أكثر مما تظهر بالأدلة العقلية بمعنى أننا غالباً نشبهها يعني بصورة سلطان أعطى إنساناً ملكية حديقة ما قال له تصرف فيها كيف شئت على أن تكون مسؤولاً أماني وحدود تصرفك في هذا الحيز ولو شئت أن أمنعك في أي لحظة منعتك فأنت في هذه الحديقة مملك ملكتك هذه الحديقة سخرتها لك كل من شجرها وكذا وثمرها والتزم بكذا وكذا من القوانين خالفت سأعاقبك يعني احترمت هذه القوانين والتزمت بها فأنا في هذه الحالة سأكافئك على هذا وهو يملك أن يمنعه في أي لحظة ولله المثل الأعلى فهذا مثل العبد المستخلف في أرض الله عز وجل قيل له هناك قوانين عامة أنت لا تستطع أن تخرقها للشمس مواعيدها والقمر مواعيده والكون له قوانينه وجسمك نفسه له قوانينه أنت لا تستطع أن تغير هذا لكن في داخل هذا الحيز من الإدارة الإلهية للكون أنت هناك مجموعة من الأفعال جعلت بعضها خيرا وبعضها شرا وأنت مخير هديتك إلى هذه أرشدتك إليها علمتك إياها فافعلها ونهيتك عن هذه ووضحتها لك وعليك أن تتجنبها في كل الأحوال أنت مسؤول أمام الله عز وجل والمسؤولية تعني الحساب في النهاية هل تكون مسؤولا ولا تحاسب هل تكون حرا ولا تحاسب أو بالمقلوب هل تحاسب وأنت لست مسؤولا يعني لو مثلا جئنا بإنسان وربطناه وقلنا له أنت مسؤول عن تنظيف هذا المكان سنأتي نقول له بعد أسبوع هل نظفت المكان يقول أنتم ما عطيتموني الحرية حتى أنظفه هذا ليس مسؤولا أما المسؤول فهو مطلق الإرادة يعني بالمستوى الذي يناسب المسؤولية الله عز وجل ما أطلق طبعا حريتنا إطلاقا كاملا بحيث نفعل ما نشاء وإنما جعل ذلك في نطاق القوانين القوانين الكاون وقوانين المجتمع نفسه فالإنسان يتحرك في هذا الحيز لكن هو في داخل هذا الحيز حر ومسؤول مسؤولية كاملة بل إن أغلى ما عند الإنسان هو هذه الحرية حرية أن أكون أنا يعني لست مجبرا من داخلي على فعل ما الله عز وجل لم يشاء أن يجبرني وهذا يعطي الحرية الاجتماعية قيمة نحن نتكلم عن حرية ذاتية أي حريتي تجاه فعلي أنا ليس هناك ما يسمى بالعقل الباطن الذي يقودني قيادة جبرية كما يقول بعض علماء النفس العقل الباطن لا يقودني قيادة جبرية وبعض الفلاسفة يقولون القوانين التي تحيط بنا التي تقودنا قيادة جبرية كل هذا خطأ بل القوانين أنا لا أستطيع أن أخرقها قوانين الوجود ولا قوانين الاجتماع عادة لا أستطيع أن أخرقها وإنما في داخل لي حيز معين حيز الأخناق السلوكي العاملي هذه القوانين التي تحدثت عنها ليس القوانين الكوانية وإنما القوانين المجتمعية التي تصرف الإنسان في هذه الدائرة أليست هذه نوعا من أنواع الجبر لا هو القوانين العامة هذه ليس الإنسان أن يغيرها لكن في داخل الإطار الضيق الذي يتحرك فيه الإنسان طبعا المجتمعات لها قوة قادرة على التغيير طبعا هناك ما يسمى بقوة ضبط الاجتماعي وقوة تغيير الاجتماعي قوة ضبط تحاول أن تسير المجتمع وفقا لثوابت معينة وقوة تغيير تحاول أن تجدد المجتمع حتى لا يتلف فلو صارت هذه القوة متجاورة تؤدي إلى مجتمع مرن له ثوابته نعم ولكنه متجدد لا تتوقف حركاته بسبب جموده على أي حال إنسان نعم هناك قوانين عامة لا نستطيع أن نخرقها في المجتمع ولكن ذلك لا يعني أن الفرد أسير والدليل أننا نغير يأتي واحد يغير يعني أحيانا لا أقول فقط عن الأنبياء ولكن المجددين في كل زمان يظهرون ليس في أمتنا وحدها بل هناك من يجدد بالخطأ والصواب في كل أمة وفي كل عصر يغير ويجدد ربما يخترع الإنسان آلة أو جهازا أو حتى ينشر كتابا فيغير أفكارا وأعراءا للناس طب ما الحكمة من عقيدة القضاء والقدر؟ لماذا أمر الله سبحانه وتعالى الخلق أن يؤمنوا بأن هناك قضاء وقدر؟ ما الحكمة؟ ما الغية من هذا؟ أولا جانبا في جانب يعني أن يشعر الإنسان أولا بسلطان الله تعالى على كونه شعور الإنسان بأن الله عز وجل ليس غائبا عن الوجود الذي خلقه وعن الكون الذي أبدعه وأن له الحكم في هذا الوجود يشعر الإنسان بالهيبة والرهبة ولكنها ليست الهيبة والرهبة التي تدفعنا إلى السكون والرقود أبدا إنما الفهم الصحيح يؤدي إلى جانب آخر أو يظهر حكمة أخرى من حكم القدر هو إيجابية الإنسان تجاه قدره لا شك أن الإنسان يصنع قدره بنفسه تحت سلطان الله أيضا الإنسان يصنع قدره بنفسه بمعنى أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم فرتب فعله على فعلنا ليس لأن فعله تابع لفعلنا ولكن لأن الله تعالى شاء ذلك شاء أن يرتب أعزازه للمؤمن على أن يعز دين الله فمن أعز دين الله أعزه الله فمن نصر دين الله نصره الله يعني مثلا في غزوة بدر هذا مثال من أمثلة القدر العجيبة ماذا كان يملك المسلمون لكي يغيروا الموازين العسكرية في الحجاز ثم في الجزيرة العربية ما كانوا يملكون الدواعي الكافية لكنهم وفروا ما يستطيعون وما يقدرون عليهم من الأخذ بالسبب ومن التوكل على الله عز وجل ولذلك غير الله لهم التاريخ ونحن نجد هذا في القرآن كما أشرت قبل في البدايات إلى أن هناك جوانب تطبيقية حول القدر في كتاب الله عز وجل نجد ذلك مثلا واضحا جدا في سورة القصص أن الله عز وجل يقول في أول السورة ونريد أن نمن على الذين صدعفوا في الأرض ونريد أن نمن على الذين صدعفوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون نريد أن نمن على الذين صدعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذه الآية تشير إلى ماذا؟ في صدر السورة يقول يعني هناك إرادة إلهية بتغيير الواقع بين بني إسرائيل وفرعون وجنوده يجد أن يغير هذا الواقع الواقع أن فرعون متسلط وضاغط وقاتل ويقتل صبيان بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويفعل بهم أشياء سيئة كثيرة الله عز وجل يجد أن يغير هذه السورة كيف سارت حركة القدر حتى تحققت إرادة الله عز وجل ما قلبت السورة قلبا إعجازيا إلا في النهاية امتحن بني إسرائيل وأذي موسى وأذي هارون وتعرضوا لمخاطر وشدائد ومصائب وذهبوا إلى فرعون ودعوه وقاموا بكل ما يجب عليهم وواجهوا السحرة وواجههم السحرة ودخلوا فيه وصبر بني إسرائيل وتعرضوا لمزيد من التنكيل لكن في النهاية جاءت المعجزة مؤيدة لمسار بني إسرائيل في الصبر والثبات فنصرهم الله وعبروا وغارق فرعون وجنوده بهذه الطريقة فمضت إرادة الله بشكل طبيعي أحدث تاريخية عادية شعب مضطهد أمة مضطهد نبي مضطهد خارجوا وعد ذلك إلى جانب النجاة وأهلك الله عز وجل عدوهم قبل قليل استدللت بقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هذه الآية دكتور هي من آيات ربما القوانين قوانين وسنن الله سبحانه وتعالى هنا يمكن السؤال عن العلاقة بين القوانين والسنن التي أوضعها الله سبحانه وتعالى في الكون وفي البشر وبين القضاء والقدر هل هذه القوانين التي ثابتة ولا تتغير هي من قضاء الله وقدره طبعا هي من قضاء الله وقدره القدر هو ما يجري بالفعل والذي يريد أن يطاوعه القدر إن سيئنا أن نقول كما قال سيدنا عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله الذي يريد أن يطاوعه القدر يجب أن يلتزم بهذه السنن كيف يكون ذاك هذه السنن ثابتة لا تتغير بمعنى أنها قوانين ثابتة لا تتغير يعني يجب أن ينساق الإنسان وراء هذه القوانين يلتزم بها كيف يكون أن يتبع أن يوافق القدر الله سبحانه وتعالى خيارات الإنسان إذا ما كان الإنسان ملزما على الالتزام بهذه القوانين يعني ربما تستشكل على بعض الناس هذه القضية هذه القوانين قوانين عبارة عن أنظمة أنظمة وجود يعني مثلا أنا أريد أن أشغل الكمبيوتر الآن مثلا أنا أريد أن أكتب أي شيء حر أنا أكتب ما أشاء في داخل الكمبيوتر الكمبيوتر أم الحاسوب؟ الحاسوب ما تشغلتم فأريد أن أستعمل الحاسوب أو الكمبيوتر إن شاءت أن تقول أكتب عليه ما أشاء صحيح؟ لكن هل يمكن أن أخرج عن نظام النوافذ أو الويندوز هذا الذي في داخل هذه الآلة أو هذا الجهاز؟ يعني بمعنى أن البرامج الموضوعة على هذا الجهاز أنا مضطر أن أتبع طريقها طريقة فتح الملف مثلا وطريقة حفظه لكن ماذا أكتب فيه هذا شيء آخر؟ فإذا خضوعي للقوانين العامة للاجتماع أو الكون أو الوجود لا يعني أنني مجبر تابع لها في تصرفات التي أحاسب عليها الجزء الذي يجعلني خاضعا مضطرا هذا لا حساب علي فيه لا حساب علي لأن الشمس تشرق من كذا أو لأن أسباب التقدم كذا ولكن أحاسب أنني لم أسلك السبل التي ترضي الله عز وجل في هذا أو في ذلك إذا ما كانت النصوص هذه دالة على القضاء والقدر وعلى أنها واضحة بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر نريد أن نسأل ونبحث قضية كيف نشأ الاختلاف بين المسلمين في عهود سابقة ونشأت هذه الفرق والتصورات والمفاهيم المختلفة لكن ليس قبل الفاصل هذا بلا فاصلة وذنت لي هذا فاصل الأخير ونعاود الحديثة بعد قليل بحب الله اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وقد وصلنا إلى المحور الأخير في هذه الحلقة دكتور كيف نشأ الانحراف أو الغلط في فهم عقيدة القضاء والقدر عند بعض الفرق الإسلامية وما ترتب عن هذا الاختلاف من خلاف أكبر في التصورات والأفهام والنظرة إلى الكون والحياة ربما هو يبدو أن القضاء المركبة دائما تتعرض لسوء الفه القضاء المركبة التي لها جانبان مختلفان مثلا قضية القضاء والقدر فيها الجانب الإرادة الإنسانية والإرادة الإلهية قبل ذلك فقضية مركبة فيبدو أن من الطبيعية تنشأ في كل الأمم تقريبا طيارات تميل إلى هذا الجانب وأخرى تميل إلى هذا الجانب طيارات تميل إلى الجبر والتأكيد على سلطان الله عز وجل وطيارات أخرى تميل إلى التأكيد على حرية الإنسان والتقليل من سلطان الله في وجوده كلا التيارين على خطأ بلا شك نشأ هذا عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين كذلك فمثلا في الإطار الإسلامي ويقال أن هذا جاء بتأثير من بعض التيارات الدينية الكتابية من الأهل الكتابي لهد والنصارى فمثلا ظهر ظهرة القدرية من وقت مبكر حتى يعني في حديث في صرح مسلم أن يعني بعض التابعين ذهبوا إلى سيدنا عبد الله بن عمر وشكوا له من يتكلمون في القدر هؤلاء المتكلمون في القدر يسمعون بالقدرية الأوائل في ثقافتنا الإسلامية يسمعون بالقدرية الأوائل مصيبتهم كبيرة أولا لأنهم نفوا علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها هو تبرأ منهم تبرأ منهم عبد الله بن عمر طبعا فالمرجئة الأوائل هؤلاء كانوا ينفون علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها لماذا؟ زعما منهم أن هذا يؤدي إلى الجبر وليس في هذا جبر على الإطلاق سوء فهم منهم لأنهم نظروا إلى جانب من القضية المركبة ولم يستعبوا الجانبين فأثبتوا تمام الحرية الإنسانية في فعل الإنسان ما يشاء في الحيز الأفعال الاختيارية طبعا في مقابل هذا نشأ طيار مناقض تمام يسمى بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان وهو من ترمذ بلد الإمام الترمذي وهذا مناقض الإمام الترمذي في أن أفكاره منحرفة وهو من سادة أو من كبار أهل البدع والضلالة في التاريخ الإسلامي للأسف من ضلالاته الكبيرة أنه قال إن الإنسان لا حرية له على الإطلاق نفى الحرية هؤلاء الجبري الأوائي نفى حرية الإنسان تماما وزعموا أن الإنسان كالريشة يلعب بها الهواء يرفعها ويخفضها أنا أريدك أن تتوسع في هذا دكتور لكن قبل ذلك صفوان بن جهم كيف أو جهم بن صفوان كيف وصل إلى هذا الاستنتاج ووقفت وراءه مدرسة فكرية طائفة فريق مهم في ذلك الوقت هو المصدر الأول كتب الفرق تشير إلى مسألة أن هؤلاء وأولئك القدرية والجبرية تأثروا بطيارات كتابية عند أهل الكتاب أولا ثانيا أنهم لم يدركوا أو لم يفهموا قضية القضاء والقدر في القرآن فهما صحيحا نظروا إلى جانب ولم ينظروا إلى جانب آخر ما وازنوا في إدراك القضاء كيف هم علماء وقرأوا القرآن ولديهم رصيد علم كبير كيف وقعوا في هذا المطب ما هذه المشكلة أن بعض الناس وإن كان عالما يخطف آية أو نصا من كتاب الله ويبني عليه رؤيته كاملة فهؤلاء بنوا المرجئة بنوا رؤيتهم على مثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هدينه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والفريق الآخر الجبرية بنوا رؤيتهم على مثل قوله عز وجل فمن شاء على مثل قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء وعلى مثل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالرؤية بدأت ناقصة هنا وهنا ظهرت بشكل مراقب تماما لمراد الله عز وجل من هذه العقيدة الله أراد منا أن نؤمن بكمال سلطانه وحرية الإنسان في إطار المسؤولية التي كلفه الله بها طبعا هذه العقائد أو أصحاب هذه العقائد فنية هذه التيارات ولكن بقيت آثارها فبقيت آثار المرجئة عند المعتزلة ولكن بصورة مخففة يعني فحكم الفقهاء عادة على المرجئة إلى الأول حكم بالكفر لأنهم أنكروا علم الله عز وجل بالأشياء أما المعتزلة فلم يحكم عليهم بهذا لأنهم أثبتوا علم الله عز وجل السابق على الأشياء وإن كانوا قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسهم لذلك حكم العلماء عليهم مخفف أنهم خالفوا ولم يفهموا الدين فهما دقيقا وصحيحا فإذن هناك قضية قضية تعود إلى التأثر بالتيارات الغير الإسلامية الأمر الثاني يرجع إلى سوء فهم القضية من خلال النصوص الشرعية الأمر الثالث هو أن طبيعة الإنسان هكذا أن بعض الناس ينظر إلى ناحية من الموضوع وينسى ناحية أخرى فتبدو رؤيته وهذا سبب لكل أنواع الخوارج مثلا لماذا ضلوا؟ أخذوا آية واحدة وانطلقوا بها يقيمون عليها مذهبه وظهر مذهبا يعني بعين واحدة وأذن واحدة ويد واحدة ورزن واحدة مذهب عاجز ليس كاملا كذلك مذهب القدرية والمرجعة وشتى الفرق تطرفت إلى ناحية ولم تحقق التوازن الكامل في الرؤية الإسلامية طيب اليوم في واقعنا الإسلامي يعني الآن المسلمون يقول كثير من المسلمين وهذا موجود ودفع الناس التفكير في هذه القضية وعدم ضبطها قضية القضاء والقدر إلى الإلحاد الخروج عن الإسلام وهذه ظاهرة بدأت تنتشر يعني يقولون المسلمون هم على حق وهم أصحاب كتاب وهم الأمة المختارة عند الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة ثم بعد ذلك ترى المسلمين كلهم اضطهدين ومظلومين ويتعرضون للإهانة والظلم والقتل والتشهيد إلى آخره يعني ما حلقت هذه القضية بالقضاء والقدر هل قدر الله سبحانه وتعالى على أمة التوحيد أن يقع فيها هذا القتل وهذا التنكيل يعني هذا الوضع ليس لسيقا بالمسلمين بحيث لا يتغير لأننا شهدنا قبل ذلك واقعا مخالفا ومن الممكن أن نشهد في المستقبل واقعا مخالفا يعني واقع الذل التي يعيشه الأمة ليس واقعا ثابتا لسيقا بنا تسبب فيه الإسلام لا يمكن أن يقال هذا لأننا عيشنا الإسلام قبل ذلك قرونا طويلة وكان يعني سببا في حال غير الحال التي نعيشها يعني ومن الممكن وهذا ما يتوقعه كثير يعني الذي يطالع القراءات القديمة والجديدة حول مستقبل الإسلام ومستقبل المسلمين يشعر بأن هذه الأمة فيها طاقة هائلة ترشحها لأن يكون لها الدور الحضاري القادم لكن إذا أخذت بالأسباب فإذا الواقع الإسلامي لا يمكن أن يكون مرجعه إلى تمسك الدين سوء فهم للدين ممكن نقول هذا الكلام سوء فهمنا للدين هو الذي أدى إلى وقعنا الحالي يعني على سبيل المثال يعني الجبرتي يروي في كتابه حول يتكلم عن الحملة الفرنسية يقول بعض المشايخ حينما جاءت الحملة الفرنسية ماذا قال؟ انظر الفرق بين الذي يفهم القدر فهما مقلوبا والذي يفهمه فهما صحيحا وقف أحد الزهات الذين لم يفهموا الدين فهما صحيحا ليقول أن الفرنسيين لن يستطيعوا أن يدخلوا مصر لأن مصر محروسة من الشمال بكذا ومن الجنوب بكذا ومن الشرق بكذا ومن الغرب بكذا ونحن نتوكل على الله ولن يدخلوا مصر فدخلوا مصر وحعاثوا فيها فسادا في مقابل هذا يعني هذا الدرويش الذي لم يدرك المسألة جيدا كان هناك أناس آخرون عباد وصالحون وزهاد ولكنهم معلماء كذلك ومعلماء الأزهر الذين وقفوا في وجه نابليون وواجهوهم وجهة شديدة وتحملوا الأذى وقتلوا يعني مشهور هذا في حماد مكرم في التاريخ الثورة الفرنسية نعم في التاريخ الحملة الفرنسية ولكنهم يعني أصابوا يعني الحملة بالارتباك حتى لم تهنى الحملة الفرنسية بالبقاء في مصر وتعرفون سليمان الحلبي هذا رجل مؤمن بالقدر إيمانا صحيح أن هناك سبب لهزيمة هؤلاء فعليك بالسبب أما أن نجلس ونستكين فهذا ليس قدر أو هذا ليس إيمانا صحيح بالقدر كل شيء قدر لا شك لكن هناك قدر أنا ألام عليه وقدر لا ألام عليه يعني مثلا لو تركت العدو يكتسح أرضي ويفعل ما يشاء فيها هذا قدر صحيح ولكن أنا ملوم على هذا القدر أما لو دافعته ولم أستطع دفعه وأخذت بالأسباب فلم تكفي قدر استطاعتي ولكنها لم تكفي فهذا قدر ولكني لست ملوم عليه فكله قدر ما يجري قدر صحيح ولكن هناك قدر يرجع إلى تقصيري أنا هناك قدر يعني هنا الأخذ بالأسباب يصبح واجب على المسلمين في بعض المراحل الواجب على الأسباب الأخذ بالأسباب واجب شرعا انظر الأخذ بالأسباب هو الشريعة والتأكل على الله والعقيدة فلا بد من جمع العقيدة والشريعة معا هذا الكلام يقودني إلى سؤالك دكتور عن الغلط في فهم عقيدة القضاء والقدر أو الانحراب في هذا الفهم هل له تأثير عملي على سيرولة المجتمعات الإنسانية أو المجتمعات المسلمة؟ يؤدي إلى الاستسلام يعني الاستسلام للواقع من علامات الإيمان الخطأ بالقدر ونحن حينما نقرأ سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حينما ضرب الطعون بلاد الشام طعون عمواس أظن في سنة 19 هكذا أو 17 لا أذكر فالسيدنا عمر كان في خارج بلاد الشام ولما بلغه أن الطعون دخل رح يستشير أو أن الطعون قد تحل بالبلاد رح يستشير الناس فقرر أن لا يدخلها فأرسل إليه سيدنا أبو عبيدة وكان قائدا لجوش المسلمين في ذلك الوقت قال أتفروا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فسيدنا عمر قال له لو غيرك قالها يا أبو عبيدة يعني كأنه يقول هذه كلمة ليست كلمة فقيه هذه الكلمة ليست كلمة فقيه لو غيرك قالها يا أبو عبيدة تفروا من قدر الله إلى قدر الله ثم جاءه سيدنا عبد الرحمن بن عوف ليؤكد هذا الكلام فقال له أو أبلغه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضرب الطعون أرضا وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا ضربها وأنتم خارجها فلا تدخلوها أو كما قعد فهذه المسألة مسألة أننا يعني الإيمان خطأ بالقادر يؤدي إلى الاستسلام يعني لواقع وقع الضعف وقع الهوان هذا مكتوب علينا هذا مكتوب عليك لماذا لا تغير المكتوب عليك هل اطلعت في صحائف القدر وصحائف الغيب أن الله سيتعلك دائما متخلفا سيتعلك دائما ضعيفا دائما مهزوما الله عز وجل من رحمته لم يطلعنا على صحائف الغيب وبالتالي فنحن يجب أن نحاول أن تكون صحائف غيبنا صحائف جبيلة معنى المبادرة بالفعل نفر من قدر الله إلى قدر الله معناها أن الإنسان يصنع قدره ولكنه لا يخرج عن سلطان الله عز وجل الإنسان يصنع قدر نفر من قدر الله إلى قدر الله وسيدنا عمر ضرب مثلا بالمناسبة لهذه المسألة قال أرأيت لو كانت معك إبل أرأيت إن كانت معك إبل وأمامك يعني قطعتان من الأرض قطعة يعني فيها رعي جميل وكذا وفيها يعني حشائش وكذا وقطعة أخرى جافة فإن رعيتها هنا أليس بقدر الله قال نعم وإن رعيتها ليس بقدر الله كله بقدر الله لا شك ولكن هناك قدر تكون أنت مقصرا معه هناك قدر آخر لا تكون مقصرا معه فيعاقب الإنسان إن تسبب في القدر السوء لنفسه ويكافأ إن أخذ بالسبب نعم مهما كانت النتيجة هذا عن الانحراب في مسار الغلط وقد أوشكنا على النهاية ويقولي المخرج انتهى الوقت لو سمحت بدقيقة عن الثمرات النفسية والعملية في الفرد والمجتمع لفهم العقيدة عقيدة القدر فهما صحيحا نعم هو الفهم الصحي القدر يؤدي للثقة بالله عز وجل ويؤدي لحب الله لأنه عدل معنا ويؤدي إلى دائما نطلب المعونة من الله تبارك وتعالى نسلك السبل ونطلب العونة منه ولذلك قال بعضهم خذ بالأسباب وكأنها كل شيء وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء خذ بالأسباب وكأنها كل شيء لأن الله أمرك بهذا ولكن توكل على الله وكأن الأسباب ليست بشيء ذلك لأن سلطان الله قائم ولأنك حر فلا تتنازع عن حرية أشكرك شكرا جزيلا أدركنا الوقت يعني وصلنا إلى ختم هذه الحلقة مشاهدينا الكرام التي أشكر في نهايتها ضيفية دكتور نبيل الفوري أستاذ العقيدة والفلسفة شكرا لكم نترككم في حراسة الله وتوفيقه شكرا لكم